كان انا عايز اخدك فيه زاوية اخرى مش زاوية بطلات بس زاوية كواليس لقاءات ايه اللقاء اللي انت عملته ما تنسهوش هيتقول ده مثلا اللقاء اللي انا حطه في السمي وبقول ده اهم لقاء بالنسبة دي بص هونا الحقيقة فيه لقائين مهمين جدا يعني دول اكتر لقائين انا فاكرهم كويس اولا رينرد واحد منهم؟ لا طبعا طيب مش رينرد لا مش رينرد كان يعني اهم اهم حاجة كانت بالنسبة لي ان انا كان اول شغل لي في مكان يعني كنت روحت قناة كده مع كابتن احمد شوغير يعني طبعا محب اشكره جدا لانه يعني اتاح لي فرصة كبيرة جدا ان انا يعني ابقى في المكان ده فاول اللقاء ليه يا كريم انت متخيل ان كنت بغطي مباراة بين اصدقاء روبرتو كارلوس واصدقاء حازم امام فاصدقاء حازم امام مين بقى عمر زاكي احمد حسن طبعا محافظة القابل كل الكابتن عبدالسطار صبري عصام الحضري وحازم امام اساتير الكرام مصري بالضبط اصدقاء روبرتو كارلوس روبرتو كارلوس مشيل سالجادو ديكو روبرتو بريز و فيتور بايا بتاع الساحل ده صلى الله انا بص ربنا كرمني اليوم ده ان انا عملت لقاءات مع كل الناس فانت متخلين اول لقاء ديك اول شغل ديك انا فاكرا كويس جدا ان انا اتزعر بتقرير 16 دقيقة لان انا اتكلمت مع ديكو في كل حاجة روبرت بريز بقى ايه؟ لقيتوا بيتكلم معي فاكلمته على النني انت كنت واحد من اساطير ارسنال ايه رأيك في النني وهل النني فعلا الناس مقتنع به جدا قال لي اه طبعا احنا شايفينه رعيب كبير فيتور بايا مثلا واحد حارس مرمى متخب بورتغال و بورتول بورتغالي فا سألته على كريستانو رونالدو ايه بكريستانو رونالدو ايه اللي بيميزه ليه هو بقى رقم واحد في العالم حاجات بقى من الشكل ده روبرتو كارلوس سالجادو حتى سالجادو كلمت معنا مثلا على موضوع ان هو متجوز بانت في تورنتينو بيريز فكنت بكلمه هل انت كنت بتتعرض لمضايقات مثلا بسبب ان انت بكريت ريا مدريد الناس بتقول عليك ان انت بتلعب في ريا مدريد بسبب ان انت يعني حماكي واعتبر رئيس نادر ريا مدريد فدي كانت حاجة ايه دي حاجة مهمة جدا فده كان بالنسبة لي كان حاجة نوارت معي قوي لان كان اول شغل ليك في مكان انت عارف ده لما بتروح تحط بصمة كريم في مكان انت لسه رايحه طبعا موضوع بيفري معك قوي تبديل حاجة الاولانية بس انت هتولي لحاجة تانية انت واتلي في لقاء تانية بس انا عجبني من اللي انت قلته حاجة مهمة جدا برضو لها جزء في كثير من المرسلين الان فكرة ان المرأس اللي رايح يذاكر اللي هو رايح مذاكر مش المرأس اللي رايح يمسك مايك وكاميرا ويروح يسأل الراجل انت شغورك ايه بعد ما كسبنا عديه ان احنا الحاجات دي دلوقتي لأ المرأس اللي عنده ثقافة يقدر يسأل في امور فنية يقدر يسأل في امور معلوماتية زي اللي انت سألت فيها فدي برضو نقطة اجابية جدا بصراحة في كثير من المرأسلين حاليا طبعا ودي حاجة برضو يا كريم انا عايز اكمل على كلامك فعلا زي ما انت قلت احنا فيه جيل دلوقتي موجود من المرأسلين يعني تلاتس ان هما بيحبوا بعض هما كمان كلهم شاطرين جدا بصراحة لان فعلا الناس بتتفرج على الملأسل انا بشوف دلوقتي الملأسل اللي قاعد بتتفرج على المباراة يا كريم هو شايف كويس جدا الفرع اللي قدوم دي بتلعب ازاي فبينزل يقولك انت النهاردة لما مثلا بيتسو موسيماني حرقك من مركز الوينج باك دخلك نص الملعب انت بقيت مش كويس اوي فبيتكلم معك في حاجات اللي لعبت النهاردة بقى انت اتواح ملعبت شباعة ترية 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 حاجات فنية مكادش بتحصل زمان انت زمان كانت الناس بتخش تقولك مثلا تقول ايه بعد الفوز ورأيك ايه في المباراة وبرضو عايز اقولك على حاجة زي ما احنا بنشكر المرسلين انا برضو باشكر الناس اللي بتدي المرسلين الفرصة انهم يعملوا كده لان برضو الناس اللي في الستوديو يا كريم يعني انا حاس ان فيه حب متبادل خلاص الناس عارف اقيمة الراجل اللي في الملعب و انا كمان عارف اقيمة الراجل في الستوديو فاحنا بنحاول يعني نكمل بعض عشان نطلع شغل كويس اللقاء التاني اللي كان مهمة اوي برضو بالنسبية لي هو ما كانش يعني بقى مكرر بعد كده ان انا عملته اكتر من مرة مع جياني انفنتينو رئيسي التحاد اه الدولي انفنتينو كان لسه متولد قيادة الفيفا وكان بتتعامل هنا في سهل حشيش اه حفل افضل لعب افريقي اللي فاز بيها ساديو ماني فانا كنت موجود وطلع لنا حد من اللجنة المنظمة اللي يا جماعة انفنتينو هيقاف معاكم كلكم هناخد لقاء مجمع فوقفنا كلنا فعلا خدنا اللقاء المجمع بس هو راجل تري عال كلمتين يعني هو قد كلام كليشي قوي اللي احنا حطينا المايك قال انا مبسوط في مصر ومش عارف ايه الحاجات دي بتاع بس بعد ما خلصت حسيتنا انا عايز اسأله فقلت طب مجرة بسأله كده خلاص بقى كل ناس نزلت المايكات وانحنا انا مش فسألت وقلت له طب انا ممكن اتكلم معك فاسألك سؤال واحد تقلي تفضل طبعا سألت 44 سؤال الخدعة بتاعدنا جميعا هم تلاتين ثانية تلاتين سنة تلاتين سنة ثلاثة ايام بس هو كمان انا يعني برضو دخلت له من حتة عجبته يعني احنا كنا بنتكلم قلت له طب انت النهاردة بتشوف مصر عاملة ازاي وشفت التنظيم والاداء بتاعنا كنت متوقع ان يبقى كده اللي لا بصراحة منباهر طب ايه رأيك ان موضوع البالوندور ده يتعامل في مصر عودنا مثلا نغير فكرة ان قال لي دي فكرة جمدة جدا يلا نعمل كده ومش عارف ايه طب انت لو هتعمل فتحت بقى معاما وضيعها كتير جدا فعاد بقى يكلمني عن حياته الشخصية وعجب الموضوع جدا عملت مع اللقاء لدرجة احنا بقى اعرفني هو موجود في مصر مثلا اخر مرة دي اما قابلته قال لي هاي مش عقب كنت انا اتنقلت من القناة دي للقناة تانية فهو قال لي لا اخبرك ايه وقعدنا بقى نهزره بتاع فدول الحاجتين اللي معلمين معايا جدا لان يعني انفراض بانفنتين يمكن الناس كلها في مصر يعني كل زملائي يسجلوا معا بس الانفراض به في الوقت ده ان هو لسه متوالي الفيفا وكمان اللقاءات اللي مع اللعيبة اللي احنا بنتكلم ان انا انزكت صورتهم عندي في القوضة بقى روبرتو كارلوس وسالجادو فجأة ليت نفسك بتتصور معاهم وبتتكلم معاهم في اول انطلاقة لك حاجة صعبة جدا فدول اهم حاجتين